في القرآن طالوت قائد الجيوش بيقول له جنوده أثناء الزحف إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه ربط الانتصار في المعركة بالانتصار على النفس من شرب منه فليس مني رغم العطش ما تشربوش إذا اشتدي بيكل عطش قوي حسب الواحد غرفة كده يغرفها من النهر فكانت النتيجة إيه فشربوا منه إلا قليلا منهم وهؤلاء هم القليل في كل عصر شعرهم نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره كلمتين دول هم كل الدنيا الدنيا كلها في الكلمتين دول نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره الدنيا هي النهر اللي بيجري تحت رجلينة وكل واحد مننا بيغترف منه واحد بياخد على قد كفافه واحد بيشيل ويحمل فشربوا منه إلا قليلا منه هؤلاء القليل هم اللي ربنا خلق الدنيا عشان يفرزهم يفرز هؤلاء القليل من الكسرة خلق الدنيا عشان يفرزهم وعشان يفرد لهم جنات كرمه في الأخرة لأن هم دول أهله الذين هم أهله أما البائفة هم حطب الشهوات في الدنيا وحطب النار في الآخرة وربنا يجعلنا ممن يقاوم ما يحب ويتحمل ما يكره اشتركوا في القناة